إنسانياً أكدت الخارجية الأمريكية وجود أكثر من مليونين ونصف المليون مهجر عراقي لا يستطيعون العودة إلى ديارهم مؤكدة استعداد واشنطن لمساعدة العراق في إعادة الإعمار في العراق هناك أكثر من مليونين ونصف المليون مهجر ما زالوا ينشدون العودة إلى بيوتهم إن إعادة عمار فعالة هي شيء حاسم لضمان عدم عودة داعش إلى الأبد ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا في المنطقة لمساعدة الحكومة في العراق لعادة البناء منذ عام 2014 وفرت الولايات المتحدة أكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار كمساعدة إنسانية للعراق ونحن مستمرون بتوفير الدعم لعودة آمنة وطوعية وكريمة للعراقيين المهجرين بسبب الحرب وهذه المساعدات ستدعم أيضا إعادة تأهيل المدارس والمؤسسات القانونية لحفظ الحقوق والأملاك والعقارات ومساعدة الملايين من العراقيين لعادة تأسيس مناطق سكناهم